في هذا الفيديو سأتحدث عن جهد الفعل في العصبونات هذا عصبون وجسمه باللون الأحمر ويظهر محوره المكبر باللون الأخضر وقد رسمت الغمد المياليني بالأصفر حول المحور العصبي بالإضافة إلى بعض التغصنات المكبر أيضاً وهي باللون الأزرق وهذا رسمنا البياني لجهد الغشاء كما في الدرس الماضي ويظهر جهد الغشاء على المحور الرأسي والوقت على المحور الأفقي وقلنا سابقاً إن غياب المدخلات يجعل جهد معظم الخلايا العصبية مستقراً على جميع أجزاء الغشاء والذي يقدر دائماً بسالب 60 ميلي فولت تقريباً وبدون المدخلات سيتوقف جهد الراحة هنا لكن المدخلات التحفيزية والمثبتة التي تتغلغل في التغصنات وفي أحيان نادرة في جسم الخلية أو المحور نفسه تحدث تغيراً في جهد الراحة والذي نسميه بالجهد المتدرج وهو قد يكون مزيلاً للاستقطاب ويسمى عندها بالجهد التحفيزي أو قد يحدث فرطاً في الاستقطاب ويسمى الجهد المثبت وسميه بالتحفيزي والتثبيطي لأنهما يؤدياً إلى حدوث حركة في جهد الغشاء تقربه من جهد العتبة أو تبعده عنه والذي يقدر بسالب 50 ميلي فولت تقريباً كما تحدثنا عن الجهد المتدرج وكيف يقل بسبب الزمن والمسافة أي أن المدخلات التحفيزية تحدث إزالة استقطاب وتنتشر على الغشاء وتقل قيمة الجهد المتدرج وكذلك تحدث المدخلات المثبتة فرطاً في الاستقطاب وتحدثنا كيف تقل قيمته بسبب الزمن والمسافة وتناولنا التأثير الذي سيتركه أي جهد متدرج على التغصونات أو جسم الخلية في منطقة الزيناد التي تقع في بداية المحور العصبي وسيحتاج الأمر عدة مدخلات تحفيزية لتزيل الاستقطاب وليحدث راكم زمني ومكاني في قيمة الجهد التحفيزي ليصبح كبيراً بما يكفي عندما يصل إلى منطقة الزيناد في المحور العصبي هنا ليدفع فرق الجهد إلى فوق جهد العتبة وإذا تراكمت جميع الجهد التحفيزية والمثبتة في أي وقت وأوصلت جهد الغشاء في منطقة الزيناد فوق جهد العتبة والذي يقدر تقريباً بسالب 50 ميلي فولت سيتولى جهد الفعل هنا في منطقة الزيناد وسيتوجه إلى الأسفل باتجاه المحور العصبي وتحرك جهد الفعل إلى الأسفل باتجاه المحور العصبي في العصبونات يمكن العصبونات من إرسال المعلومات على بعد مسافة طويلة وتقدر بمتر أو أكثر توجد اختلافات كبيرة بين جهد الفعل والجهد المتدرج فجهد الفعل متساوية في الحجم وفي مدة بقائها في العصبونات وهي دائماً تقطع مسافة المحور العصبي دون أن تتغير بغض النظر عن طوله وشكل جهد الفعل مميز جداً فهو يتشكل بتجمع الجهد المتدرج الذي يصل إلى قيمة جهد العتبة لكن بدلاً من الإدمحلال والعودة إلى جهد الراحة كالجهد المتدرج يرتقي ليصبح جهد الغشاء موجباً أكثر ويصبح داخل العصبون موجباً أكثر من خارجه وهذا معاكس للوضع العادي حيث يكون داخل الغشاء أكثر سالبية من خارجه يمر جهد الفعل بعد المرحلة التي تعرف بصعود جهد الفعل بوقت قصير يبقى فيه بالقمة ثم ينخفض انخفاضاً حاداً ليعود إلى جهد الراحة لكنه لن يتوقف هنا بل سينخفض إلى قيمة أكثر سالبية من جهد الراحة ثم سيتوقف ثم سيرتفع ببطء ليعود إلى جهد الراحة من هنا قد تختلف القيمة الفعلية بين العصبونات لكن ما يحدث في العادة هو أن الجهد سينطلق من جهد العتبة أي سالب خمسين فولت تقريباً ليصل إلى موجب أربعين فولت تقريباً ثم سينخفض إلى سالب سبعين قبل أن يعود ببطء ويستقر عند جهد الراحة أي عند سالب ستين فولت تقريباً قد تختلف قوة جهد الفعل بين العصبونات لكن سيكون له الحجم نفسه في العصبون الواحد أي إما أن يتحقق جهد الفعل أو لن يتحقق فقد يتولد جهد الفعل أو قد لا يتولد على عكس الجهد المتدرج الذي يختلف فيه الحجم اعتماداً على حجم المدخلات فلو كانت إزالة الاستقطاب التي تؤدي إلى جهد الفعل أعلى بقليل من جهد العتبة فسنحصل على حجم جهد فعل مساوي لذلك الذي ينتج من إزالة استقطاب تتعدى جهد العتبة بكثير فلا يهم مدى تجاوز جهد العتبة فحجم جهد الفعل سيبين نفسه ولهذا نقول أن جهد الفعل إما أن يتولد أو لا يتولد نهائياً فحجمه ثابت مدة جهد الفعل متساوية في أي خلية عصبية فهي سريعة تبقى فقط لمدة عدة أجزاء من ألف من الثانية الجهد المتدرج سريع أيضاً فقد يدوم لمدة جزء من ألف من الثانية أيضاً لكنه قد يبقى لوقت أطول قليلاً فالجهد المتدرجة تدوم لفترات مختلفة بحسب مدة بقاء مدخلاتها من الفروقات الأخرى هي أن جهد الفعل لا يضمحل بسبب المسافة كالجهد المتدرج فجهد الفعل غالباً ما يصل إلى أسفل المحور العصبي بغض النظر عن طول المحور ودون أن تتغير قيمته فلو ألقينا نظر على منطقة الزناد التي يبدأ فيها جهد الفعل فسيكون شكله كالموجات ولو ألقينا نظر على منتصف المحور فسنرى نفس شكل الموجة ولو ألقينا نظر على نهاية المحور سيكون شكل الجهد كالموجة أيضاً أيًا كان طول المحور فهو لا يتأثر بالمسافة والسرعة التي يسير بها جهد الفعل باتجاه المحور هائلة فقد تقدر بمتر في الثانية إلى مئة متر في الثانية يؤثر أمران على سرعة توصيل جهد الفعل فلو كان قطر المحور العصبي كبيراً ستكون سرعة توصيل جهد الفعل أكبر من المحور ذي القطر الصغير أما المحور المياليني أي المحور الذي يحتوي على غمد ميالين سيوصل جهد الفعل بسرعة أكبر من المحور الذي لا يحتويه فتوصيل جهد الفعل أسرع في الغمد المياليني مقارنة بتوصيله في الفراغات التي بين كل غمد والذي يليه والتي تعرف بعقد رانفيه فلو ألقينا نظرة على منطقة الزيناد فسنلاحظ بأن جهد الفعل يسير ببطء هنا ثم تزيد سرعته بشكل ملحوظ هنا عند الغمد المياليني ثم تخيف سرعته هنا عند عقدة رانفيه ثم تزيد سرعته في الغمد المياليني الثاني تعرف هذه الظاهرة بالتوصيل القفزي وسميت كذلك لأن جهد الفعل يخفز من عقدة إلى أخرى بدلاً من أن يمر بخط مستقيم عبر المحور انتهى الدرس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر